اتحاد الكرة ينقل تجمع عدن في دور ثالثة الى ابيان بعد امتناع ناديي النصر والميناء من التسجيل في البطولة تضامن الشب والحسين لحجية اهلان الى الدرجة الثانية بعد حسمهما تجمعي تعز وعتق وخيب للمهر يتغلب على سيئون وشباب القطون يحقق فوزه الاول على الغير في دور الطائرة الى تفاصيل اهلا بكم اقرى الاتحاد العام لكرة القدم نقل تجمع عدن لاندية الدرجة الثالثة الى محافظة ابيان وذلك لعدم قيام ناديي الميناء والنصر بالتسجيل للمشاركة في التجمع وقال اتحاد الكرة في بيان خاص اصدره بهذا الخصوص انه على الرغم من تمديد فترة القيد والتسجيل لمدة اسبوع الى ان الناديين لم يقما بتسجيل وسبق لاندية تلال والشعلة والوحدة التخلفة عن المشاركة في دور العام لاندية الدرجة الاولى اواخر العام الماضي ما عرضها لعقوبة التهبيط الى الدرجة الثانية توجى فريق تضامن شبوة ببطولة تجمع المحافظة لاندية الدرجة الثالثة لكرة القدم وتأهل الى دور درجة ثانية باستحقاق بعد فوزه في المباراة الاخيرة على نظره قصي عرحض الموت بهدفين نظيفين سجل اول اهداف تضامن لعبه ناصر حميدة في الدقيقة الرابعة وضاف عبدالله عولى الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والستين وبهذا الفوز توجى تضامن شبوة بالمركز الاول برصيد ثلاثة عشر نقطة دون اي هزيمة في الدور ليتأهل الى الدرجة الثانية لكرة القدم انطلق البطولة عندنا في اثنين مارس عشرين اثنين وعشرين بالنظام الكل مع الكل الفترتين صباحية ومساية شهد التنافس غير عادي بين الفرق رغبة منها في التأهل رغبة منها في عودة النشاط الرياضي الرسمي الخاص بالاتحاد العام للكرة القدم اليوم احنا في الجولة الاخيرة في المباراة رقم 14 نتبقي لنا مباراة الا ان تضامن شبوة حسم واخذ بطاقة التجمع وطبعا انها سفير شبوة وبطل تجمع شبوة وان شاء الله يكون خير من المثل لشبوة في الدرجة الثانية توجى فريق الحسيني لحج بطلا لتجمعي تعز في دور الدرجة الثالثة وتأهل رسميا الى الدرجة الثانية بعد مشاركة ايجابية وحضور لافت سجله في المجموعات الخامسة المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير قادم من لحج الخضيرة كان شباب الحسيني يحمل على عاتقه فوق كل الظروف مهمة العبور الى دور الدرجة الثانية امنية ليست مستحيلة لفريق بدأ المنافسة بقوة واصرار عازما على تحقيقها مشوار العبور كان مرهون بخمسة مباريات خضها على ارضية ملعب الشهداء في تجمع تعز لحساب المجموعة الخامسة الحسيني ظهر بهوية البطل من دؤول مبارياته التي ربهها بهدفين لهدف على حساب ممثل تعز الوحيد نادي الصحة وفي مباراته الثانية تمكن من تجاوز يحصو ياريم بثلاثة اهداف مقابل هدف ليتعادل في مباراته الثالثة بهدف لهدف مع هلال البيضاء تعادل اشعل المنافسة وفتح باب الامل للهلال والصحة الذين لم يحسن استغلال تعثر الحسيني الذي عاد امام شباب القدس في الجولة الرابعة بقوة وفاز بخمسة اهداف مقابل هدفين المبارات الاخيرة والحاسمة جمعته مع فريق شباب عريب وتمكن من تجاوزه بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد في مبارات منحت الحسيني بطاقة العبور الى الدرجة الثانية بثلاثة عشرة نقطة بعد منافسة شرسة مع هلال البيضاء صاحب المركز الثاني بعشرة نقاط الحسيني احسن تعامله مع المبارات الخمس فكان من نصيبه بطولة اجاد من خلالها صناعة فرحة مناسبة لمحبيه لا يفوقها سوى نشوة العبور الى دور الدرجة الثانية على امل الاستمرار بنفس مسار التألق الذي قد يعبر بهم الى دور الاضواء خلال السنوات القادمة اكمل وحدة صنعاء بطولة كرة القدم بالملتقى الشتوية الخامس بلا خسارة بعد فوزه العريض على اليرموك بخماسية دون رد في ختام مباريات الاسبع السابع والاخير للمسابقة وكان الوحدة توجى بلقب البطولة قبل اسبوع من نهايتها بفوزه على شعب صنعاء بهدف نظيف وبهذا الفوز رفع الوحدة بطل المسابقة رصيده الى 21 نقطة فيما تجمد رصيد اليرموك عند نقطتين في المركز الرابع البداية الحمد لله اللي توجنا بهذا اللقب توجنا ببطولة دونتقى الشتوي اللي غابت عننا كثير يعني الجهود يعني للجميع والفضل لله ثم للجميع كان استعداد طيب وزي ما شفتم ولاحظتم دايما ان احنا قدمنا مباراة كويسة ومباراة كان مستوى عالي توج في الأخير بطولة الدورية الشتوي عن جدارة واستحقاق وجميع مباراة كان لفوز حليفنا وقدمنا مباراة عالية ولاعبين على مستوى عالي من الجاهزية والانضباط والامور الفنية والحمد لله وشك على جهود اللاعبين أنا شخصيا أتقدم بالشكر الجزيل للجهاز الفني واللاعبين على هذا المستوى الرائع خلال مرحلة الدوري بجهود الجميع احرزنا البطولة يعني لاعبين جهاز فني وداري وما قصروا كل الفريقة الحمد لله رب العالمين احرزنا البطولة للمرة الثانية في تاريخه حسم نادي وحدة صنعاء بطولة الملتقى الشتوي الخامس قبل انتهاء المسابقة بجولة واحدة استحقاق يأتي في خضم علوي كعب الفريق الأزرق خلال الفترة الأخيرة وتصويب أنظار مدربي المنتخبات الوطنية نحو نجومه على منعابه وبين جماهيره حسم نادي وحدة صنعاء بطولة الملتقى الشتوي الخامس لكرة القدم قبل انتهاء البطولة بجولة واحدة البطولة التي ينظمها وحدة صنعاء للموسم الخامس ابتسمت هذا العام للزعيم الفريق الأكثر ترتيبا مؤخرا بفعل نجوم شاب منحته مركزا متقدما في الرياضة اليمنية تتويج الوحدة جاء في ختام مباريات الجولة السادسة بعدما تغلب على نظيره شعب صنعاء بهدف نظيف ليرفع بهذا الفوز رصيده إلى ثمانية عشر نقطة في الصدارة وبفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني أهل صنعاء الكتيبة الزرقاء بقيادة المدرب الوطني عادل التام استطاعت مجارات جميع الفرق التي واجهتها في الملتقى الشتوي وأنجزت المهمة بنجاح مستحق نجاح دفع مدرب المنتخب الوطني الأول أمين السنيني لاستدعاء ستة لاعبين من الوحدة للانخراط في المعسكر التدريبي الداخلي في مدينة سيئون ضمن القائمة الأولية وذلك استعدادا للمشاركة في التصريات التكميلية المؤهلة لكاس آسيا والتي تقام مطلع يونيو القادم من وصافة الدور العام أواخر العام الماضي وتألقه اللافت إلى الثقة الكبيرة التي دخل بها منافسات الملتقى الشتوي الخامس يتوج الوحدة بطلا للمرة الثانية في المنافسة النشطة التي يرعاها وينظمها في تقليد سنوي اكتسح أهل صنعاء جاره الشعب خماسية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأخيرة لمطولة الملتقى الشتوي الخامس ورفع الأهل بهذا الفوز رصده إلى ستة عشرة نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصده أشاب عند أربع نقاط في المركز الخامس وشهد اليوم الأخير تكريم البطل والوصيف بالكؤوس والميداليات إضافة إلى توزيع الجوائز الفردية افتتحت بمدينة طعز دورة الحكام المستجدين لكرة القدم التي ينظمها فرع اتحاد الكرة ويشرف عليها مكتب الشباب والرياضة وتستمر حتى 19 من مارس الجاري وخلال الافتتاح تطرق رئيس فرع الاتحاد العام للكرة بتعز محمد القدسي لأهمية استيعاب المتدربين لقوانين ومواد كرة القدم بما يكفل نجاحهم في مسيرتهم التحكيمية ويشارك في الدورة 33 متدربا من مختلف أندية المحافظة وتهدف إلى بناء قدرات المشاركين وتأهيلهم في قوانين وقواعد التحكيم اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن البطولة الكروية لمدارس مديرية المعلى لفئة البراعم لأعمار 12 عاما وما تحت بتنظيم مكتب الشباب والرياضة في المديرية وتوجد مدرسة وجيل المستقبل بكأس البطولة عقب تغلبها في المباراة نهائية على نظيراتها النماء بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصل للقاء بالتعادل الإيجابية بهدف لمثله البطولة التي أقمت برعاية المجلس المحلي مديرية المعلى شاركت فيها جميع مدارس المعلى الحكومية والأهلية ولعبت في إطار ثلاث مجموعات انتظر فريق شباب القطن حتى الجولة الرابعة وقبل الأخيرة لتحقيق فوزه الأول في دور العام لكرة الطائرة عندما فاز على نظره أهل الغيل بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغلقة بعدن شوط المباراة الأول شهد أفضلية وتفوق لمصلحة لعبي فريق شباب القطن الذين خرجوا بفوز بواقع 25 مقابل 15 نقطة لعود فريق شباب القطن لحسم نتيجة شوط ثاني بنتيجة 25 مقابل 19 نقطة ولم يشهد شوط المباراة الثالث أي جديد باستثناء مواصلة شباب القطن أفضليتهم في المباراة وكسب النقاط بواقع 16 مقابل 25 نقطة سعق فريق خيبل المهرة منافسه فريق سيئون بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الخامسة من منافسات الدور العام لكرة الطائرة شوط المباراة الأول انتهى بتفوق فريق خيبل المهرة بنتيجة 25 مقابل 20 نقطة لعود مجددا لعب خيبل إلى كسب شوط الثاني وهذه المرة بفارق مريح وبواقع 25 مقابل 15 نقطة ليواصل لعب خيبل تألقهم في المباراة وخطف الشوط الثالث لصالحهم وبنتيجة 25 مقابل 21 نقطة وفي خبرنا الأخير حيث افتتحت في العاصمة المؤقتة عدن منافسات البطولة الحادي عشر للسباحة والتي ينظمها الاتحاد العام لسباحة والألعاب المائية برعاية وزارة الشباب ورياضة وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لسباحة والألعاب المائية أحسين المسلمي وشهدت منافسات اليوم الأول إثارة كبيرة لأول مرة في تاريخ رياضة السباحة المحلية بحضور سباحان عالميان هما فيري وريتمان ورانومي كاركو جوجو من الجنسية الهولندية البطولة التي يدعمها الاتحاد الدولي للسباحة تقام بمشاركة خمسين سباحا من مختلف محافظات الجمهورية ويتنافس فيها السباحون على قطع مسافة ثلاثة كيلو مترات في المياه المفتوحة وقبل الختام مشاهدين إليكم مواعيد أبرز المباريات في الدوريات والبطولات الدولية المختلفة ترجمة نانسي قنقر ختام أنشر رياضي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر